اعتبر صاحب أسم الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد اعتبر أن خصوصية المجتمعات وثقافتها هي ما يشكل خياراتها ونمط تطورها مع الأخذ في عين الاعتبار أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين والانفتاح عليها بموضوعية لإثراء سياق تقدمها وأضف سموه خلال لقائه مع السفير الفرنسي سيد كريسيان تيسو في قصر الرفع اليوم أكد أن التوافق ضمان للاستقرار والحفاظ على القيم الوطنية الجامعة التي يتم في إطارها تفاعل الحضاري بين كافة أبناء المجتمع الواحد للعمل بفعالية وأقدام نحو تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات الوطنية مؤكدا أن البحرين تحرص على تكريس هذا المسار وتقدر الدعم الذي تتلقاه من الدول الشقيقة والصديقة ومنها فرنسا لمواصلة العمل على تحقيق النتائج المرجوة ونوه سموه بمستويات التعاون والتنسيق المشارك في أطر العلاقات بين البلدين الصديقين وتنوع نطاقها ليشمل المجالات الاستراتيجية السياسية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية والثقافية في مؤشر على تنامي المساعي المشاركة نحو تعزيز مردود الروابط بين البلدين وتناول لقاء جملة من المواضيع المتعلقة بالتطورات الاقليمية والعالمية من جانبه أشار السفير إلى أن الحرص المتبادل بين البلدين على تمتين جسور التواصل والتعاون دلالة على الإيجابية المتواصلة في العلاقات وما تحمله من أمكانات وقابلية لمزيد من النمو كما أعرب عن ثقة بلاده في قدرة البحرين على تجاوز الملفات الراهنة مشرا إلى الدعم الفرنسي لجميع الخطوات الإيجابية التي تتخذها المملكة في هذا الاتجاه